أهلا بكم مشاهدين الكرام ننوه إلى هذا الخبر العجل التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمهندس محمد داشيمي وزير قطاع الأعمال العامة وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وكذل مشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة واستمرارا للبرنامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها وفي هذا الإطار أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابطة مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية وموقف تلك الشركات أولا بأول كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع وأضاف رئيس الوزراء أن هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركة الغزل والنسيج وشركة الأدوية ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع هذه الشركات بما تتمتع به من أهمية استراتيجية وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه بما يسهم في النهاية في نهاية الأمر في الإسراء بخطوات تطويرية لتلك الشركات وتعظيم العائد منها وبدوره أكد وزير قطاع الأعمال العام معصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير مع استمرار العمل في تنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابدة والتابعة بهدف تحسين وميكانة نظم العمل في تلك الشركات وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة ونتابع ومتابعة دورية لكل ما في هذه الشركة وسير العمل بها عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوري وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابدة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والواقعة في عدد من المحافظات وفي هذا الإطار عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة مرورا بالعملية التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصبغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائية إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخامة وفيما يتعلق بالشركة القابدة للأدوية والمستلزمات الطبية أكد المهندس محمد داشيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الانتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين مستعربا خطة العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الانتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجديدة جي أم بي واشتراطات هيئة الدواء المصرية مما يسهم في زيادة الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الشركات الجديدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القبضة للصناعات الكيموية استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيمويات والتعديين وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الانتاج والتصدير وكذلك الفرص الاستثمارية والشركات المتاحة مع القطاع الخاص ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيمة واحد وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيموية تلخى وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة وغيرها وخلال الاجتماع استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشركات مع القطاع الخاص والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القبضة المعدنية ومن بينها شركة النصر للتعدين وشركة الدلتا للصلبة وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين وفي ضوء ذلك أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانيات للتوسع في هذه الصناعة مؤكدا أن شركة النصر للسيارات تؤد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرس الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمية في صناعة السيارات كما تطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة لافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية وإدخال صناعات جديدة مع الانتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابدة للشركة القابدة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير بما تتمتع به من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة بالإضافة إلى ذلك عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابدة للسياحة والفنادق ومن بينها مشروع فندق الكونتنينتل ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخدوية ومشروع امتداد فندق السانشتينبيرج بمحافظة دمياط بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايد باي الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الأسكندرية وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تقطيط موارد المؤسسات ERP حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراء وطيرة تطبيقه إضافة إلى الاهتمام بتطور السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة اشتركوا في القناة